بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا حياكم الله في الحلقة الثالثة في حل مسابقة الكنجار والرياضيات سنة 2018 مع الأستاذ سك الشعلا بارك الله فيكم طبعا حلنا الثمانية الأسئلة الأولى والثمانية الأسئلة الوسطى والآن نحل الثمانية الأسئلة الأخيرة والتي سوف يكون عن كل سؤال خمس درجة يصير من رقم 17 وحتى 24 الآن ناخد سؤال 17 قال لنا تم ترقيم الغرف في منزل خالد يدخل ابنه رامي المنزل من الباب الرئيسي مارا ببعض الغرف ثم يخرج من المنزل إذا علمت أن أرقام الغرف التي يعبر منها متزايدة فما هو الباب الذي خرج منه رامي هنا قال لنا طبعا متزايدة يعني أنه معناه أن هذا الباب أولا هذا الباب الرئيسي اللي دخل منه رامي وطبعا إذا دخل قال متزايدة يعني واحد بعدين مثلا راح للاثنين أربعة أكثر بعدين ستة بعدين تسعة بعدين اثناعش ولاحظوا أنه هنا صار أقل صار تسعة هنا صار تسعة المخرجين يعني هنا تسعة وهنا تسعة إذا لا تحقق الشروط إذا فهذا المسار غير صحيح أنا في هذه المسألة أروح أخذ طبعا بعكس الاتجاه أجرب لنفترض أنه خرج من من يعني بيكون تنازليا لاحظوا لأنه بصير تنازليا بدل ما يكون تزايدين بصير تنازليا اثناعش بعدين صارت تسعة تنازليا صح بعدين خمسة تنازليا صح أوه صار ستة تزايدين إذن غلط هذا المسار إذن أروح أجرب مرة اثناعش تسعة خمسة بعدين صار ستة تزايدين إذن هذا إذن غلط أنا إذا مريت من الباب الرئيسي فيكون تزايدين ولكن من المخرج يصير تصاعديين أجرب البيئة أيضا ما ينفع أجرب السي ما ينفع أرجرب البيئة خلينا أجرب البيئة شوف لاحظوا المسارات إذن عشرة بعدين تنازليا تسعة ثمانية سبعة بعدين ستة تنازليا خمسة تنازليا ثلاثة تنازليا واحد وبعدين الباب الرئيسي إذن هذا هو المسار اللي مشى على رامي طلع يعني من واحد إلى ثلاثة إلى خمسة إلى ستة وهكذا إذن تكون الإجابة في هذا السؤال فقراء دي إذن الإجابة هذا السؤال فقراء دي نروح إلى السؤال اللي بعده السؤال الثمانطاعش قال لنا ليكن لدينا أربع كرات أربعين وثلاثين وعشرين وعشرة فأي منهم يزين ثلاثين هنا لازم أعرف الأوزان كم يصير السي كم وزنها لاحظة أن هذا السي أكبر من بي والدي إذا أكبر منه وإذن وبعدين راح حطينا وزن دي دي حطينا مع السي صار الأي والبي اكتقلهم أكثر من السي والدي يعني معناه أن الأي هو أكبر وزن يعني بيساوي لنا أربعين خلنا نكتب ه لكم بالعربي إذن الأي عبارة عن أربعين وأيضا بعدين تدريجيا بيجي من بعد السي لأن السي عبارة عن يساوي كتلتين أو كرتين فإذن هنا بيصير لنا السي ثلاثين ونقدر بعدين نخلي البي والدي طبعا البي إذا أنا خليت البي عشرين فبنصري هنا مجموحهم ستين والسي إذن هنا ثلاثين معدي عشرة صار واربعين إذن حقق هذا الميزان وتحقق هذا الميزان فإذن قيمة قيمة ثلاثين كيلو جرام هو من هو فقرة سي إذن تكون الإجابة في هذا السؤال هي فقرة سي إذن ثلاثين كيلو جرام إذن بصير الإجابة فقرة سي السؤال اللي بعدين السؤال تساطعش قالين يمكن ربط الحزام الموجود في الصورة أدنى بخمس طرق طبعا هنا أعطاني هنا خمس نقاط هنا خمس فتحات وهنا أيضا أعطاني خمس فتحات فلهذا بخمس طرق نبغى الآن يقول لنا في هذا السؤال الحزام غير المربوط طبعا هذا طول الحزام كله كامل ما هو فرق الطول بين ربط الحزام باستخدام فتحة 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 واحدة وربط باستخدام الفتحات الخمس يعني هنا مربوط بفتحة واحدة أو الفتحة الخامسة لاحظ هنا الفرق يعني معناه النقص طبعا بعد ما نوجد الآن الكامل كلي إذا ربطنا بفتحة واحدة تلاحظ إنك طول 2 سانتي يعني هنا 2 و2 و2 يعني هنا 2 و2 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 صار وعدنا 8 وهنا أيضا من الفتحة الأولى للفتحة الأخيرة عبارة عن 8 8 مع 8 بيصلين الجواب 16 إذا الفتحة الأولى إذا بيصير ما بين الفتحة الأولى والآخيرة بيصير الجواب 16 طيب خلينا ناخد الحين الفتحة الأخيرة طبعا في الفتحة الأخيرة بيصير هنا ارتباط يعني خلاص الآن الفتحة الأخيرة الخامسة بترتبط مع الخامسة هنا فبيكون بس فقط مجال بس الخمس نقاط يعني بيكون طولة بس فقط 8 فأنا قص 6 عشنا قص 8 الجواب يصير 8 إذا بيصير في هذا السؤال إجابة هذا السؤال ويصير فقرة فقرة بي وهو 8 سانتي السؤال اللي بعده سؤال 20 في أحد اللغات القديمة تمثل الرموز التالية عدنا السمكة وبعدين رموز ووردة وبعدين نجمة أو على شكل شمس والعين طبعا هنا فما هو الرمز الذي يمثل ثلاثة هنا طبعا الرموز نشوف من هو أكبر قيمة موجودة عندنا هنا نلاحظ هنا نشوف المعادلات اللي موجودة نلاحظ في المعادلات التالية هنا السمكة تساوي وردتين تساوي هذه الوردة وهذه الوردة وهذه الوردة تساوي أيضا شمسين اثنين إذن هنا يوساوي وهنا whereas وهنا هنا بعد إذن أربع شموس هذه السمكة يوسر عنيع أربع شموس وأيضا الشمس مع السمكة يعني الأربع شموس مع هذه الشمس يوسر تساوي الرمش الرمش يعني يوسر لي الخمسة والسمكة بتساوي لنا أربعة والوردة بتساوي اثنين لأن اثنين شموس فبيصل لنا الوردة اثنين وأما الشموس يمثل واحد إذن الذي يمثل ثلاثة الغير مكتوب وهو بصير اللي يمثل ثلاثة بصير فقرة هذه هي العين التي تمثل ثلاثة إذن الإجابة بصير فقرة طبعا لأنه الذي يمثل ثلاثة السؤال واحد وعشرين قال لنا لدينا بلاطة زجاجية ملونة على شكل مضلع طبعا مضلع سودعاسي ثم قلب أو تم قلب تم قلب هذه البلاطة للمرة الأولى كما هو ظاهر في الصورة العاتية هنا لاحظنا أنه قال لنا تم قلبها بعد ما قلب اللي هي الصورة شوف يعني أني لازم الطالب يتخيل طبعا شوف أنه هذه أيضا السلحفاء مع بعض النظير وهذه مع بعض والسمكة أيضا وهذه نفس الشيء وهنا النملة وهكذا يعني معناه أنه هذه البلاطة قلبت الحين الآن نبغى ما هو الشكل الذي ستأخذه البلاطة عند قلبها للمرة الثالثة هنا أسهل شيء يا أنا أضلل يا أنا أرقم يعني زي مثلا هنا السمك خلينا ناخد مثال على السمك أحط لها رقم واحد مثال أن السمكة نحط إليها رقم واحد ونجرب نضع إلى السمكة رقم واحد ونجرب إذن هنا إذا وضعنا رقم واحد للسمكة بعدين إذا قلبناها بصير هذه المثالث برقم واحد وبعد إذا قلبنا هذه البلاطة خلي أيضا تشوفوها زين إذن إذا قلبنا هذه إذا بصير هنا السمكة وإذا ضللنا أيضا قلبنا هذه البلاطة بتكون في الاتجاه إذن هذا الاتجاه إذن أروح أبحث عن السمكة التي تكون في الأعلى السمكة التي تكون في الأعلى هي بتكون الإجابة فقرة بي لاحظوا أن هذه السمكة كانت في الأعلى وأما بقية السمك يكونوا في الأسفل أو على الجن فلهذا لابد أن تبه علشان إذا عنده قلب السمكة السؤال الثنين وعشرين قال لنا ليكن لدينا مستطيل كبير مكونا من عدد من المربعات مختلفة المقاسات كما في الشكل التالي وبعدين ذكر إلينا إذا علمت أن مساحة أي من المربعات الثلاثة الصغيرة تساوي ما هي مساحة المستطيل هنا علشان أوجد مساحة المستطيل كامل أوجد مساحة المربعات لاحظ هنا طبعا أعطاني ثلاثة مساحة المربع عادة أن نضرب الظل في الظل إذا أعطاني هنا ثلاثة ضرب ثلاثة إذا المربع الصغير يساوي لنا تسعة إذا هنا تسعة وأيضا هنا صار لنا عدنا أربعة لأن أزيد بواحد بوصل لنا أربعة في أربعة بوصل لنا هنا ستة عشر وبعدها طبعا نوجد المربع الأوسط إذا كان هنا ثلاثة وهنا أربعة صار لنا سبعة نضرب سبعة في سبعة الجواب يصير تسعة وأربعين طبعا في هذا الشكل يعني ساير فيه مستطيلات ومربعات لازم أن أروح أوجد لأبعاد نلاحظ هنا في ثلاثة يعني هنا طول الظل ثلاثة وطبعا هنا مربع صاير وهنا أكبر من هذا الظل يعني أربعة إذا كان هنا أربعة وهو مربع لازم يصير أيضا طول الظل أربعة إذا هنا لازم يصير أربعة إذا هذه أربعة وأربعة يعني هذه المساحة كلها ستة عشر وهذه هنا أربعة فإذا بصير عندنا هنا نضرب أربعة في أربعة إذا مساحة هذا الشكل ستة عشر وهنا ثلاثة في أربعة عبارة عن إثناش نروح إلى الشكل الثاني لأن أربعة نضرب هنا سبعة ضرب هنا لأن أربعة سبعة ضرب سبعة لأنه مربع الجواب يصير تسعة وأربعين إذن عرفنا أن هذا مساحة الشكل يصير تسعة وأربعين طبعا إحنا عرفنا أن هذا طوله أربعة وهذا طوله سبعة صار وحدعش يعني معناه أن هذا الطول كله بصير أحدعش 11 ضرب 11 بصير الجواب 121 أروح أجمع 121 مع 49 مع 16 مع 12 وأطلع الجواب خلينا نجرب نجمع الحين لو جمعنا الأعداد التالية لو جمعنا الأعداد وقلنا هذا 21 121 وقلنا هذا الأدد 49 له مساحته وهذا طبعا يكون 16 وهذا أيضا تسعة بيطلع لنا لو جمعناهم بيطلع لنا 198 عفوا هنا طبعا بصير مو تسعة لأنه ثلاثة في أربعة بيسألنا الجواب هنا 12 عفوا هنا 12 لأنه ثلاثة ضرب أربعة يسأل 12 فبيطلع لنا 198 لو جمعناهم بيسألنا 198 إذن بيصير لنا الإجابة في هذا السؤال 198 نروح للسؤال إلى بعد في هذا السؤال سؤال 23 ما قبل الأخير يريد أيمن كتابة العداد من 1 إلى 7 في الشبكة الظاهرة أدنى بحيث لا يمكنه كتابة عددين متتالين في خليتين متجاورتين في الشبكة علما بأن الخليتين تتجاوران إذا اشتركتها في ضلع أو رأس ما هو العدد الذي سيكتبه أيمن في الخلية التي تحوي علامة الاستفهام هنا طبعا الخلايا المتجاورة يعني معناها القريبين من بعض أنه ما يكونوا عددها عداد متتالي هنا إما بالتجريب أو أنه يكون طبعا أروح إلى الأسئلة وأروح أقدر أجرب الإجابات من ناحية الأسئلة قال لنا يقولين أي عدد من العداد الفردية طبعا غير صحيح لو أنا قلت أي عدد من العداد الفردية مثلا لو قلنا هنا حطينا ثلاثة ممكن يصير هنا خمسة ممكن يصير هنا سبعة فإذا غير ممكن بالنسبة إلى السؤال فقرة ب الروح إلى فقرة A طبعا يقول أي عدد من العداد السبعة لا غير صحيح يقولين العدد فقط أربعة لا أيضا لا ممكن أكثر من أربعة بعدين غير صحيح أي عدد من العداد الزوجية غير صحيح نلاحظ هنا نجرب العدد له فقرة A العدد واحد أو سبعة فعلا إذا خلينا هنا واحد فبيكون هنا غير متجاور ممكن أخلي هنا ثلاثة وأخلي أيضا هنا أربعة إذا عداد غير متتالية ممكن أيضا أخلي هنا خمسة وأخلي هنا سبعة وهنا أيضا ستة وأيضا هنا العدد مثلا سبعة أو أي عدد بقى ثنين نقدر نخلي العدد ثنين وهكذا خلينا نجرب بالنسبة للعدد سبعة أيضا نقدر نحط هنا سبعة في الوسط وإذا حطنا سبعة نحط العدد الباقي مثلا خمسة نحط هنا أربعة لأننا غير متجاورين نحط هنا واحد هنا مثلا نحط اثنين وهنا أو هنا نخلي ستة أيضا أو يكون أفضل هنا ستة وهنا ممكن ثلاثة ممكن هنا اثنين وهكذا إذا فبتكون الإجابة فقرة فقرة A لأنه إما العدد واحد أو سبعة نروح إلى السؤال الأخير على أحمد أن يقطع جميع رؤوس التنين ليهزمهم مع العلم أنه قد تمكن من قطع ثلاثة رؤوس فإنه إذا تمكن من قطع ثلاثة رؤوس فإنه رأسا جديدا سينمو مباشرة إذا علمنا أن أحمد هزم التنين بقطع ثلاثة عشر رأسا كم عدد الرؤوس التنين الأصلية يعني هنا الثلاثة عشر نقول لنا إذا قطع ثلاثة رؤوس بينمو إذا رأس جديد وإذا بعد أيضا لأنه قال لنا ثلاثة عشر نروح نوجد ثلاثة رؤوس نمو رأس جديد وأيضا ثلاثة رؤوس نمو أيضا رأس جديد وهكذا كل ثلاثة رؤوس ينمو رأس جديد وعندنا طبعا واحد اللي هو حق الثلاثة عشر فنحسب هذه ثلاثة وثلاثة وثلاثة لأننا قريبين إلى الاثناش فيكون عندنا الجواب عدد الرؤوس الأصلية هي الإجابة تسعة يعطيكم العافية وهذا شرح مختصر بسيط الله يسعدكم ووفقكم ووفق أبنائنا لكل خير نتمنى للجميع دوام التوفيق والخير والسعادة تحيات الأستاذ زكي الشعلا بارك الله فيكم جميعا